أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا وشفيعنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السادة الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والمقامات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكل هذه الجهود المبدولة شكراً لمن يبتغي وصلاً مع الله سبحانه وتعالى في هذه الجهود عنوان بحثي العقلانية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام عادت البحوث أنه يعرف بالمصطلح ثم بعد ذلك يذهب إلى تفاصيله سادة الأكارم العقلانية بلا شك هي مأخوذة من العقل والعقل كما عرفه الجرجاني هو جوهر روحاني متعلق ببدن الإنسان وهو نور في القلب يعرف الحق والباطل لذلك صيغة عريف للعقلانية من ذلك فقيل العقلانية هي الإيمان بالعقل وبقدرته على إدراك الحقيقة وقيل هي المنهج الذي يعتقد أن بإمكان العقل الوصول إلى استدلالات صحيحة والوصول إلى معرفة جوهرية الآن سادة الأكارم العقلانية قبل أن أبدأها في مدرسة أهل البيت عليهم السلام كثير من ينظر للعقلانية على أنها متخلفة أو جاءت من أصول غربية سواء في المدرسة اليونانية سابقا أو بالأصح كثير من الباحثين عندما يدرسون العقلانية يقولون أنها جاءت ردة فعل على التسلط الديني ولا سيم الدين الكنسي فيما تعرض له الأحرار فكان الدين الكنسي يحارب الحياة فجاءت العقلانية لتبعد هذا الدين ويحل محله العقل حتى قيل لا سلطة على العقل إلا العقل طبعا هذه الميزة أو هذه الفكرة تعني بالإجمالا إقصاء الدين من الحياة هل يمكن أن تستنسخ هذه التجربة أو التجربة على ديننا الإسلامي؟ قطعا لا يمكن لأن هذا الدين احتفظ بنصوصه الطاهرة والمقدسة سواء من القرآن الكريم من أهل البيت عليهم السلام ومن صاحب الإمامة واللي هو اليوم صاحب موضوع من موضوع البحث الإمام الكاظم عليه السلام ولا سيمة في وصيته لهشام لهشام وليس لهشام بن حكم هذه الوصية التي لو خطت بما أذهب لما قدر ثمنها والأستاذ الذي سبقني عماد جابر دكتور عماد جابر أنا وإياه قد اغترفنا من المعين ذاته عموما فالعقلانية بمعناها الغربي لا يمكن أن تستنسخ بهذا المعنى وهي إقصاء الدين وجعل العقل مكانه على ديننا الإسلامي مقابل ذلك العقل في الدين الإسلامي له مكانته وله أهميته وله احترامه هذا الاحترام الذي جعله ميزانا أو فرقانا يفرق بين الحق والباطل طبعا الإمام الكاظم عليه السلام كما قلت لكم أنا الدكتور عماد سبقني بها قد اقتبس العقلانية فتارة هو يفسر الآيات الكريمة ويراد منها العقل عندما يقول أولي الألباب لمن ألقى السمع وهو شهيد وغير ذلك من الآيات وتارة أخرى هو بنفسه بيّن منزلة العقل وتارة ثالثة استشهد بأحاديث واقتبس بأحاديث أجداده عليهم السلام فمثلا عندما نأتي قبل أحاديث الإمام الكاظم إلى الآيات القرآنية نتركها لأنه الإمام الكاظم استشهد بها نأتي إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول لكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعاً التزاماً بخطة البحث عندما أقول العقلانية في مدرسة أهل البيت بعد ذلك أنتقل إلى الإمام الكاظم عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام يقول ليست الرؤية كالإبصار فقد تكذب العيون أهلها ولا يغش العقل من استنصحه قوله أيضاً أمير المؤمنين عليه السلام العقل غطاء ستير وما أجمل هذه الكلمة العقل غطاء ستير ساتر والفضل جمال ظاهر فاستر خلل خلقك بفضلك وقاتل هواك بعقلك طبعاً فيما يخص هذه الوصايا الإمام الكاظم عليه السلام لهشام ذلك التلميذ الفذء ولعل لا أدل هل سبقني أحد بها أم لا أنه عندما جاء إلى مجلس عمر بن عبيد بمعنى أن هذا التلميذ يستحق من الإمام عليه السلام أن تلقى على مسامعه هذه الوصايا فعندما جاء إلى عمر بن عبيد ورآه ورآه يتكلم وكانه شام من المتكلمين فسأله بعض الأسئلة التي في واقعها ربما تعد استفزازاً فقال له ألك عين؟ قال هذا ليس بسؤال ألك أذن؟ ألك ألك؟ بعد ذلك أجبر هذا الرجل قال نعم قال ما فائدة العين وما فائدة الأنف؟ قال الأنف أشم به ثم بعد ذلك سأله ألك قلب؟ ألك قلب؟ قال نعم قال فما فائدة إذا عندك عين وعندك قلب؟ قال يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته إلى القلب فيستيقن اليقين ويبطل الشك؟ قال هشام فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح قال نعم قلت لا بد للقلب وإلا لم تستيقن الجوارح قال نعم فقلت يا أبا مروان فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح وتتيقن به ما شككت فيه ويترك هذا الخلق هل من المعقول؟ ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم ولا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم ويقيم لهم إماما ويقيم لك أنت إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك في مقابل هذا أصبح لا يحير جوابا هذا الرجل الآن أنتقل معكم سادة الأحبة إلى بعض من أحاديث الإمام الكاظم عليه السلام في العقل والعقلانية فمثلا قوله سلام الله عليه يا هشام إن لكل شيء دليلا ودليل العقل التفكر ودليل التفكر الصمت ولكل شيء مطية ومطية العقل التواضع وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله تعالى فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة يا هشام إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحج باطنة فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام وأما الباطنة فالعقول يا هشام إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره قول آخر أيضا لا أدري هذه الأقوال حتى لو أطلنا بها فما أدري هي سبحان الله لا أضغطيق تعبيرا قول آخر يا هشام من صلت ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله من أظلم نور تفكره بطول أمله ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عقله ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه يا هشام كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك هذه الأحاديث هذه الأحاديث بعد أن اقتبس الآيات المطهرة وفسرها هو تكلم لنا الإمام الكاظم عليه السلام ثم بعد ذلك ينتقل كما عبرت لكم ينتقل إلى أحاديث أجداده فيروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وكأنه وضع وضع نفسه بين القرآن وبين أحاديث أجداده وكأنه يكمل هذه السلسلة قوله يا هشام كان أمير المؤمنين عليه السلام ما عبد الله بشيء أفضل من العقل وما تم عقل مرئ حتى يكون فيه خصال شتى الكفر والشر منه مأمونان والرشد والخير منه مأمولان وفضل ماله مبذول وفضل قوله مكفوف ونصيبه من الدنيا القوت لا يشبع من العلم دهره الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره والتواضع أحب إليه من الشرف يستكثر قليل المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه يرى الناس كلهم خيرا منه وإنه شرهم في نفسه وهو تمام الأمر يا هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه يا هشام لا دين لمن لا مرؤة له ولا مرؤة لمن لا عقل له وإن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها وأشكر استماعكم وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين على محمد وآل محمد أحسنتم جناب الدكتور شكرا جزيلا الله يسلم وشكرا لجناب الدكتور ماجد على ما طرحه من شكرا للمشاهدة